اشتركوا في القناة هناك قاعدة ذهبية عند التعامل مع الآخرين بشكل عام ومن ضمنهم المستخدمين والعملاء هذه القاعدة الذهبية تقول عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك ومن ناحية منظور الأعمال التجارية فيوجد ستة عناصر رئيسية للسلوك المناسب وهي الالتزام بالمواعيد تحمل المسؤولية المرونة السرية الاحترام الخصوصية هنا رح نناقش كل عنصر من هذه العناصر الستة بتفصيل أكثر الالتزام بالمواعيد وهي صفة مهمة من صفات سلوك الاحترافية فإذا أخبرت العميل بأنك سوف تحضر الساعة عشر ونصف صباحا فعليك الحرص كل الحرص على أن تأتي في الموعد المحدد لأنك إذا وصلت متأخر فقد ينظر العميل لذلك بأنك لا تحترمه كذلك عندما تحدد موعد لحل المشكلة فسيشعر العميل بأن هذا الموعد غير دقيق وبالتالي قد يؤدي إلى غضب العميل لأنك ستظهر أمام العميل بسبب تأخرك عن الموعد المتفق بأنك لا تأخذ المشكلة بمحمل الجد لذلك التزم دائما بمواعيدك والتي تقوم بتحديدها للعملاء ولكن كما نعلم أنه أحيانا قد يحدث ما يعوق وصولك في الوقت المحدد مثل ازدحام مروري أو حادث أو ظهور أمر ضارئ وغيرها من المعوقات عندها عليك مباشرة الاتصال بالعميل وإخباره بأن هناك أمر ضارئ قد حدث وإخباره بأن هناك تأخير أو تحديد موعد آخر هنا العميل سوف يقدر اتصالك لأنه يعلم أن الأمور الضارئة تحدث وأنك تحترم بشكل كافي لإخباره بالتأخير أو الموعد الجديد كذلك عندما يقوم العميل بسؤالك عن المدة التي سوف يستغرقها إصلاح مشكلة ما فتقوم بالجواب أن إصلاحها سيستغرق خمس دقائق ولكن عندما تقوم بالفحص تجد أن المشكلة إصلاحها سوف يستغرق خمس ساعات مما يؤدي إلى استياء أو غضب العميل لكي تتصور مدى وسبب استياء أو غضب العميل منك بسبب ذلك لنفطرض التالي أنت لديك مشكلة في سيارتك وقمت بأخذها لورشة الإصلاح وأخبرك الميكانيكي بأن الإصلاح سوف يستغرق ربع ساعة وتقوم أنت بالانتظار في الورشة على أساس أنها ربع ساعة ولكن تجد نفسك انتظرت أربع ساعات فبالتأكيد سوف تشعر بالاستياء وقد تشعر بالغضب لذلك عندما يتم سؤالك عن الوقت الذي سوف يتم استغرق الإصلاح المشكلة وذلك قبل أن تقوم بفحص الجهاز فلا تقوم بتحديد وقت إلا بعد أن تقوم بالفحص أولا وبعد الفحص وتحديد الوقت قم دائما بزيادة الوقت عن الوقت المحدد فكمثال لو أنك قمت بالكشف عن الجهاز واكتشفت أن إصلاح المشكلة سوف يستغرق ساعة عمل فعندها قم بإضافة ربع أو نصف ساعة إضافية وبذلك لو حصل تأخير فسوف تنتهي في الوقت المحدد أما إذا انتهيت من حل المشكلة خلال ساعة ولم تحتاج إلى النصف ساعة عندها سوف يؤدي ذلك إلى زيادة رضا العميل وذلك لأن الأشخاص بشكل عام بيكونوا سعداء عندما يتم إصلاح أجهزتهم قبل الموعد المحدد نختم بمثال لسيناريو لأهمية الالتزام بالمواعيد لنفترض أنك اتصلت هاتفيا بأحد أفراد أسرتك مثلا أخوك وأخبرت أن هناك موضوع في غاية الأهمية وطلبت منه أن يقابلك في مكان محدد بعد ساعة ولكن تأخرت في الحضور حيث بدلا من أن تحضر للموقع في الوقت المحدد ظهرت بعد ثلاث ساعات من الوقت الذي قمت بتحديده لأخوك فكيف سوف يكون رد فعل أخاك من ناحية الحالة المزاجية هذا مع شخص يعرفك من الأسرة فلك أن تتصور الحالة المزاجية للعميل عند تأخرك عن الحضور في الموعد المتفق عليه تحمل المسؤولية وهي صفة يجب أن يتحلى بها من يقدم الدعم الفني من ناحية أنه لو حصلت مشكلة في إحدى الأجهزة وهي طمن مسؤوليتك فتحمل المسؤولية وقم بمحاولة الإصلاح مباشرة ولا تقم بتأجيلها للشفت التالي إذا كان العمل على شفتات أو يأتيك البلاغ فتقوم بتجاهله حتى يصل لزميل آخر ليقوم به كذلك من تحمل المسؤولية هي أنه عندما ترتكب خطأ ما تعترف بهذا الخطأ وتتحمل مسؤوليته مثل لو كنت تعمل على جهاز وسقط من يدك فاعترف بذلك وتحمل تكاليف الإصلاح كذلك من تحمل المسؤولية أن تلتزم بوعودك وأن تفعل ما قلت أنك ستفعله كذلك من نقاط تحمل المسؤولية الأخرى عرض خيارات الإصلاح والاستبدال المتعددة إذا كانت متوفرة كذلك تقديم الوثائق المناسبة حول الخدمة التي قمت بتقديمها وكذلك المتابعة مع العميل في وقت لاحق لضمان رضا العميل نقطة المتابعة هي الأكثر تجاهلا ومع ذلك هي من النقاط المهمة حيث أن الفني إذا أصلح المشكلة يتمنى في نفسه أن يكون ما فعله ناجح ويتمنى أنه لن يستمع من هذا المستخدم مجددا أو العميل مجددا لذلك يتوجب عليك تحمل المسؤولية اتجاه التأكد من رضا العميل أو المستخدم لما قمت بإصلاحه من خلال الاتصال به هاتفيا أو زيارة مكتبه للتأكد من أن كل شيء يعمل بالشكل الصحيح وتعتبر هذه طريقة لبناء المستاقية التي سوف يشعر بها المستخدم أو العميل اتجاهك المرونة رغم أنه يجب إغلاق البلاغ بأسرع وقت ممكن من خلال حل المشكلة إلا أنه ينبغي لك أن تكون مرن فإذا كان العميل أو المستخدم أبلغك بالمشكلة صباحا ولكنه لن يستقبلك إلا ظهرا فعنده سيتوجب عليك بذل جهدك لإدراجها في جدولك في أقرب وقت ملائم للمستخدم أو العميل كذلك عند وصولك للموقع لحل المشكلة وتجد أن هناك مشكلة أخرى فعليك بذل جهدك لحل هذه المشكلة أيضا بحيث لا تقم بتجاول هذه المشكلة الإضافية كونها مشكلة غير موجودة في البلاغ الذي قدمه لك العميل مسبقا كذلك من المهم أن تكون مرن في التعامل مع التحديات والمواقف الصعبة بحيث عندما يفشل جهاز شخص ما فمن المحتمل أن هذا الشخص لا يكون في حالة مزاجية جيدة مما قد يجعل من العميل أو المستخدم صعب المراس وفي هذا الموقف التزم بالنقاط التالية تجنب الجدال أو اتخاذ موقف دفاعي حيث أن الجدال مع العميل حول أي شيء هو فقط سوف يجعل الوضع أسوأ لذلك لا تتجادل معه أو تتصرف بشكل دفاعي أو تأخذ تعليقاته على محمل شخصي وحاول خفض مستوى الغضب عن طريق تذكيره بهدوء بأنك موجود للمساعدة وتريد فهم ما الذي يحدث حتى تتمكن من تقديم المساعدة وقد يحتاج العميل إلى التنفيذ قليلا عن غضبه لذا دحه يفعل ذلك وركز فقط على فعل ما عليك فعله للقيام بحل المشكلة لا تقلل من مشاكلهم على الرغم من أن بعض مشاكل المستخدمين أو العملاء قد تبدو لك تافهة ولكنها لن تكون تافهة بالنسبة لهم لذلك لا تظهر للعميل استخفافك بالمشكلة سواء لفظيا أو بتعابير الوجه أو بلغة الجسد لأن ذلك سوف يزيد من درجة غضب العميل تجنب إصدار الأحكام لا تقم باللوم والانتقاد ركز على ما الذي يجب أن يحدث لحل المشكلة ومن نقاط حل المشكلة الحصول على معلومات من المستخدم للتعرف على المشكلة ولن تحصل منه على هذه المعلومات الكاملة أو الصحيحة إذا كانت أسئلتك اتهامية للعميل مما يجعل المستخدم أو العميل بدلا من إعطائك المعلومات التي تساعدك يقوم المستخدم أو العميل طوال الوقت بمحاولة اتفاع عن نفسه لذلك تجنب العبارات الاتهامية مثل ما الذي فعلته بالكمبيوتر بدلا من ذلك استخدم لغة أكثر حيادية مثل هل يمكنك مساعدتي في فهم ما حدث؟ ركز على مهارات الاتصالات الخاصة بك إذا كان لديك عميل صعب المراس فاعتبر ذلك فرصة لك لترى كم أنت جيد في عملية التواصل وقم من خلال تواصلك مع العميل أو المستخدم بتضييق نطاق المشكلة وإعادة صياغة السؤال للتحقق من فهم ما يقوله لك العميل حول وصفه للمشكلة كذلك تكرارك لما يقوله لك العميل يظهر اهتمامك وبأنك كنت تستمع له وإذا ظهر في كلامك أي خطأ فسوف تكون فرصة جيدة للسماح للعميل أو المستخدم بتصحيح ما فهمته من العميل بشكل خاطئ لتكون على الطريق الصحيح لحل المشكلة السرية السرية هي تعني عدم الاطلاع والوصول لغير المصرح لهم ومن ذلك سرية البيانات والتي تهدف إلى المنع أو التقليل من وصول الغير مصرح لهم إلى الملفات والمجلدات السرية مما يكشف هذه البيانات والمعلومات ويزيل عنها صفة السرية والتي هي لمصلحة المنظمة وكذلك تتطلب القوانين واللوائح تنفيذ السرية لمعلومات محددة على سبيل المثال سجلات الضمان الاجتماعي وكشوف المرتبات والسجلات الطبية ومعلومات الأصول عالية القيمة للمنظمة والمناقصات وأرقام البطاقات الاعتمانية والحسابات البنكية وكلمات السر بشكل عام البيانات السرية عندما يتم الاطلاع عليها من قبل الغير مصرح لهم الاطلاع عليها فإن ذلك يعني خرق أمني قد يؤدي إلى خسارة الأموال أو الأعمال أو تشويه للسمعة أنت كفني حاسب آلي عندما تعمل في الموقع فعليك المساهمة بالحفاظ على السرية بعدد من الطرق مثل أنه لا يجب عليك طلب معلومات المساطقة الخاصة بالعملاء والمستخدمين وإذا أردت الدخول على حساباتهم أطلب منهم إدخال معلومات المساطقة بأنفسهم دون أن تطلع عليها وذلك من باب تجنب الشبهات بحيث إذا حصل لهذه الحسابات اختراقات ستتجنب أن تكون من المشتبه بهم كذلك كلما له علاقة بالعمل يجب عليك أن لا تفصح عنه للآخرين الذين ليس لهم علاقة مثل أن تقوم بكتابة مقال عما حصل في أثناء دوامك في العمل في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي هذه تعتبر غير مهنية وقد تعرضك للإجراءات القانونية أما مثلا إذا أردت ذكر ما حدث معك في العمل كسيناريو تدريبي للآخرين فعندها يجب عليك عدم ذكر العميل سواء كان شخص أو جهة عليك عدم ذكر الموقع وأي معلومات تدل على الشخص أو الجهة أو تدل على المكان وما يحتويه من أجهزة وخلافه والتي تعتبر مثل ما ذكرنا معلومات سرية يجب عليك احترام ذلك وعدم نشر ذلك للعامة الإحترام الإحترام لا يقتصر فقط على العميل أو المستخدم كفرد وإنما يتوجب عليك أيضا احترام ممتلكات عملائك فمثلا عندما ترى أن لديه شاشة قديمة يمتلكها المستخدم أو العميل وينبغي لهذا العميل أن يتخلص منها فتخبر العميل بذلك وما لا تعلمه أن هذه الشاشة القديمة هي تمتلك قيمة عاطفية كبيرة لدى هذا العميل مثل أنها هدية من أحد أفراد أسرته كذلك يجب عليك عدم لمس وتصفح أي من ممتلكاتهم من الأجهزة التي ليس لها علاقة بالجهاز الذي تحاول إصلاحه احترامك لما يمتلكه العميل وإظهار بأن لها قيمة سوف يجعل العملاء يحترمونك كذلك من طرق الاحترام هي تركيزك على المهمة الحالية وتجنب الانحرافات فمثلا عليك تجنب ما يلي عند عملك على إصلاح المشكلة تجنب المكالمات الشخصية وكذلك المراسلة وتخول مواقع التواصل الاجتماعي والتحدث إلى زملاء العمل أثناء تفاعلك مع العملاء والانقطاعات الشخصية ومراسلة زملاء العمل أو الاتصال بهم سوف يكون مناسب فقط إذا احتجت لذلك لحل المشكلة التي تعمل عليها وعليك إخبار العميل بذلك بأنك بتتصل على زملاءك وتراسلهم لكي يساعدوك في حل المشكلة واجعل الاتصال سريع قدر الإمكان ومركز على الأعمال الخصوصية قد يظن البعض أن السرية والخصوصية شيء واحد ولكن ذلك ليس صحيح السرية هي مشاركة وتحديد من لهم صلاحية الوصول أو الاطلاع دون سواهم أما الخصوصية فيتعني كل ما يخص شخص ما ولا يحق للآخرين الاطلاع عليه لذلك يتوجب عليك الحفاظ على خصوصية عملائك فلو كنت على مكتب العميل تقوم بإصلاح الكمبيوتر الخاص به وكان هناك أوراق وملفات خاصة بالعميل أو المستخدم فلا تقوم أبدا بالنظر إليها وتصفحها سواء كان العميل أو المستخدم موجود معك في المكتب أو غير موجود معك ونفس الشيء ينطبق على المجلدات أو الملفات الرقمية الموجودة على الكمبيوتر الذي تعمل عليه لا تقوم أبدا بالاطلاع عليها وتصفحها وفي حال اكتشافك بدون قصد لأي معلومات خاصة بالعميل بسبب تواجدك بالمكان فينبغي عليك أن لا تخبر أي أحد عن هذه المعلومات كونها خاصة بالعميل بدون سواه هذه النقاط الستة التي تعبر عن السلوك المهني المناسب كذلك قم بالإضافة إليها الأخلاق الحميدة العامة التي تمثل عدم الكذب، عدم الغش، عدم السرقة، عدم الاحتيال وغيرها من صفات الأخلاق الغير حميدة التي يجب أن يتم تجنبها بحيث أن ذلك يسيء إليك وإلى الجهة التي تمثلها وضع كل شيء في المشهد النقاط السابقة نلتزم بها سواء على التعامل الشخصي في الموقع الذي تواجد فيه العميل والمستخدم أو عبر الهاتف، هنا سوف نقوم بمراجعتها على شكل نقاط توضيحية وهي كالتالي تذكر أن لكل مجال له اختصاراته ومصطلحاته، لذلك لا تستخدمها مع الآخرين خارج المجال وعند استخدامها قم بالشرح المختصر والمفهوم لها وتحدث معهم ضمن المستوى والكلمات التي يفهمها العميل أو المستخدم حافظ على موقف ونبرط صوت إيجابية مع إضخار الثقة حيث أن عملائك سوف يعتمدون عليك لإصلاح مشاكل أجهزتهم وبالطبع آخر ما يريدونه هو أن يشعروا بأنك عاجز عن إصلاح المشكلة استمع إلى عملائك وقم بتدوين الملاحظات واسمح لهم بقول كل ما لديهم دون مقاطعة منك واشعرهم أن صوتهم مسموع فذلك يجعلهم يشعرون بالارتياح كن حساس ثقافيا فقد يكون لدى بعض الأشخاص حاجز لغوي يجعل من الصعب عليهم شرح مشاكلهم كذلك قد يكون للآخرين عادات أو ممارسات مختلفة في أماكن عملهم احترم عالمهم كن في الموعد إذا كنت ستتأخر فقم بالاتصال بعميلك عدم قيامك بالاتصال هو يدل على عدم احترامك للعميل وبأنك تعتقد أن مشكلة ليست مهمة تجنب الإلهاء أو الانقطاعات عند التحدث مع العميل لأنك تحتاج إلى جعل العميل أو المستخدم بأن يشعر بأنك تهتم بالمشكلة وأنها بتحظى بكامل اهتمامك الإلهاء والانقطاع يشمل المكالمات الشخصية أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعية وكذلك التحدث إلى زملاء العمل وغيرها من الانقطاعات الشخصية الأخرى ومثل ما ذكرنا إذا كان لابد أنك تتحدث مع زملاء العمل فاذكر ذلك بوضوح لكي لا يظن العميل أنك تقوم بعمل مكالمات شخصية تلهيك عن حل المشكلة اخبر العميل أنك تقوم بالاتصال بزملاء العمل لكي يساعدوك في حل المشكلة كذلك تحلى بالصبر مع العملاء والمواقف الصعبة وتجنب الجدال مع العملاء والمستخدمين أو اتخاذ موقف دفاعي لا تقلل من مشكلة العميل في حين أن المشكلة هي قد تكون موقف تراه كل يوم فهي بالنسبة للعميل أو المستخدم هي أزمة تجنب إصطار أحكام أو إهانة العميل أو المستخدم أو أن تدعوه بألقاب قم بطرح الأسئلة على العميل أو المستخدم والتي لها علاقة بالمشكلة بحيث تساعدك في تحديد المشكلة وإذا كان في كلامه بعض المعلومات الغير واضحة فقم بطلب تكرار وتوضيح ما قاله لك للتأكد من أنك فهمت بشكل صحيح ما الذي يريد قوله لا تقم بذكر ما يخص عملك مع العميل على وسائل التواصل الاجتماعية حافظ على خصوصية العملاء والمستخدمين ولا تطلع على ما يخص العميل أو المستخدم وليس من ضمن حلك للمشكلة إذا كانت المشكلة تأخذ مراحل ووقت لحلها فاجعل العميل أو المستخدم على علم بما يحدث فهم يريدون معرفة ما يجري وبأنك تتعامل مع المشكلة وقادر على حلها كذلك كن صادق وصريح مع العملاء والمستخدمين فالصراحة والصدق دائما هي محل تقدير من ستتعامل معهم فهم إجراءات السلامة من حقك كفني بل ويجب أن تعمل في بيئة آمنة بحيث لا تحصل لك إصابة أثناء العمل أو للآخرين المتواجدين في الموقع أو حتى حصول تلف للأجهزة أو الممتلكات حيث يتوقع عملائك بأن تقوم بحل مشاكلهم وليس أن تزيد الأمر سوء بإصابة نفسك أو من حولك أو أن تصيب ممتلكاتهم بالتلف في الأقسام التالية سوف نتكلم عن تحديد مخاطر السلامة وإنشاء بيئة عمل آمنة أي شيء من الممكن أن يشكل خطر محتمل ومن ضمن العديد من الأشياء سواء كانت من صنع الإنسان أو البيئة فمن الممكن أن تتسبب في مشكلات متعلقة بالسلامة عند العمل مع أجهزة الكمبيوتر وما حولها ومن الجوانب المهمة أن تكون على علم أن الكمبيوتر لا يستخدم الكهرباء فقط ليعمل ولكنه أيضا يخزن الشحنات الكهربائية بعد إيقاف التشغيل عن الكمبيوتر بالإضافة إلى ذلك يعمل معالج الكمبيوتر وأجزاء مختلفة من الطابعة في درجات حرارة عالية للغاية مما قد يعرضك لحروق عند تعاملك معها بمجرد إيقافها كلا النقطتين أمثلة على ما قد يعرض سلامتك للخطر ويوجد الكثير عند مناقشة السلامة فيما يتعلق بالتعامل مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بها ونستطيع تقسيمها إلى أربعة مجالات عامة وهي كالتالي مكونات الكمبيوتر التفريغ الكهربائي التداخل الكهرمغناطيسي عناصر طبيعية مكونات الكمبيوتر كما ذكرنا سابقا فأجهزة الكمبيوتر تستخدم الكهرباء وكما نعلم أن التعامل الغير صحيح مع الكهرباء سوف يؤدي إلى إلحاق الأضرار الجسدية بل قد يؤدي إلى قتلك لذلك القاعدة الأولى عند العمل مع جهاز الكمبيوتر هي أن تتأكد دائما قبل أن تعمل مع الكمبيوتر من الداخل من أنه تم إيقاف تشغيله وفصل الكابل عن فيشة الكهرباء وإذا كان يتوجب عليك فتح كاسة الكمبيوتر أو صنطوق الكمبيوتر فلا تقم بفتحه مباشرة بعد فصله من الكهرباء بل قم بالانتظار قليلا حتى يبرد جهاز الكمبيوتر وذلك مثل ما ذكرنا في حال أنك احتجت إلى فتح كاسة الكمبيوتر لفحص القطع أو استبداله والذي سوف يحدث مع معظم عمليات الإصلاح والتي سوف تقوم بها يوجد استثناء واحد لقاعدة فصل الكمبيوتر عن الكهرباء وهو أنه ليس عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر عند العمل على أزاء قابلة للتبديل أثناء عمل الكمبيوتر والتي تم تصميمها بحيث يتم فصلها وتوصيلها مرة أخرى عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل حيث يتم الوصول إليها عبر المنافذ الخارجية مثل الأجهزة التي تتصل بمنافذ الـ USB أو محركات الأقراص الصلبة القابلة للتبديل السريع أثناء عمل الكمبيوتر رح نقوم بالتكلم عن مجموعة من مكونات الكمبيوتر التي تشكل أو التي من الممكن أن تشكل خطورة جسدية لمن يتعامل معها ونبدأ مع مزود الطاقة لا تستخف بموضوع السلامة من الكهرباء حيث أن إزالة مزود الطاقة من مكانه من الممكن أن يولد خطر حيث أن الكهرباء المستمرة من مزود الطاقة تتدفق بشكل طبيعي ضمن الدائرة عندما يكسر جسمك الدائرة يصبح جسمك جزء من هذه الدائرة وبالتالي رح يصيبك ذلك بالكهرباء أو بالصعق الكهربائي أكبر خطرين من مزود الطاقة هو حصول حرق أو صعق كهربائي لمن يتعامل معها حيث أن جسم الإنسان عبارة عن كيس من الماء المالح والذي يعتبر موصل ممتاز للكهرباء وعلى الرغم من إمكانية فتح مزود الطاقة والعمل عليه من الداخل إلا أنه يوجد خطر متمثل في احتواء مزود الطاقة على العديد من المكثفات التي يمكنها أن تحتوي على شحنات كهربائية قاتلة يتم تخزينها لفترة طويلة بعد فصل مزود الطاقة من الكهرباء لذلك يعتبر من الخطر فتح مزود الطاقة والعمل عليه من الداخل لإصلاحه كذلك إصلاحه غالبا سوف يتسبب بحصول انفجار له والتسبب منشوب حريق لذلك عند حصول تلف لمزود الطاقة فلا نقوم بإصلاحه وإنما نقوم باستبداله حيث أن ذلك هو الحل الأكثر أمانا الشاشة تعتبر شاشة CRT القديمة هي أخطر أنواع الشاشات من ناحية فتحها وإصلاحها من الداخل ومنهج A بلس بشكل عام ينصح بأن لا تقوم بمحاولة الإصلاح لأي نوع من أنواع الشاشات وذلك لتجنب البيئة شديدة الخطورة والموجودة داخل الشاشة حيث أنها تحتفظ بداخلها على كهرباء عالية الجهد حتى بعد إيقاف تشغيل هذه الشاشة لساعات لذلك إذا حصل للشاشة تلف فقم بأخذها إلى الفني المعتمد أو محل إصلاح أجهزة التلفزيون حيث سوف يكون للفني المعتمد أو للمحل علم بالإجراءات المناسبة لتفريغ الشاشة ولتحديد ما إذا كانت الشاشة قابلة للإصلاح أو أن يتم استبدالها حيث أحيانا بتكون تكلفة إصلاح الشاشة بتساوي تكلفة شراء شاشة جديدة كيسة الكمبيوتر من الناحية الأمنية الكثير يهمل ما يتعلق بصندوق الكمبيوتر أو كيسة الكمبيوتر حيث أنها بشكل عام مصنوعة من المعدن وبها حواف حادة في الداخل لذلك كن على حذر عند تعاملك معها كذلك مع بعض المكونات الداخلية مع الحواف الحادة يمكنك تغطيتها بشريط لاصق ولكن تتأكد أن هذا الشريط اللاصق بيغطي المعدن فقط ولا يغطي أي مكونات كهربائية الطابعة هناك عدد من النقاط التي نحترس منها عند إصلاح الطابعة من الداخل وهي كالتالي عند التعامل مع خرطوشة حبر الطابعة الليزرية فلا تقم بقلبها رأسا على عقب لأنك عندها سوف تقضي المزيد من الوقت في تنظيف الطابعة والمنطقة المحيطة بها من الحبر الذي انسكب بسبب أنك قمت بقلب الطابعة كذلك لا تضع أي شيء في نظام التغذية لمسح المسار عندما تكون الطابعة قيد التشغيل الطابعة الليزرية تقوم بإنتاج الليزر والذي يشكل خطر على العين لذلك لا تنظر مباشرة إلى مصدر الليزر إذا كانت الطابعة هي طابعة نفث الحبر فلا تقوم بالنفخ في خرطوشة الحبر لمسح فتحة مسدودة كون الحبر سيتطاير نحوك بعض أجزاء الطابعة الليزرية تتأثر باللمس مثل أسطوانة الصور في خرطوشة الحبر سوف تتضرر إذا لمستها حيث أن بشرة يدك تنجز الزيوت ولها طبقة سطحية صغيرة من خلايا الجلد الميت حيث هذه المواد تتجمع على السطح التقيق لأسطوانة الصور مما يسبب في حدوث عطل لها تستخدم طابعات الليزر مسادر طاقة عالية الجهد لشحن المكونات الداخلية والتي يمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة من الممكن أن تصبح طابعات الليزر ساخنة للغاية من أجل دمج الحبر في الصفحة بحيث قد تتسبب لك المصهر أو مصهر الحبر في حروق اليد عند العمل مع الطابعات ضمن منهج A+, فعند حصول انحشار للورق قم بإغلاق الطابعة ومن ثم قم بإزالة الورقة من داخل الطابعة إذا كان الحبر ضعيف فقم بإخراج خرطوشة الحبر وهزه من اليمين إلى اليسار وإرجاعه إلى الطابعة الليزرية وعند انتهاء الحبر قم بتغيير خرطوشة الحبر أما إذا كانت الطابعة فيها فشل من الداخل عندها يتم إحضار أو إرسال الطابعة إلى ثني تصليح طابعات معتمد حيث أن العمل داخل الطابعة قد يكون معقد للغاية لوحة المفاتيح والفارة الخطر منهما بسيط ولكن لدينا نقطتين متعلقة بالسلامة النقطة الأولى تتمثل في كابل لوحة المفاتيح والفارة والذي عند التعامل مع إحداهما قد يقوم الكابل بسحب أشياء من المكتب وإسقاطها على الأرض وإذا كان طويل فجزء منه رح يكون على الأرض فقد يؤدي ذلك إلى التعثر بهذا الكابل لذلك تأكد من أن كابل لوحة المفاتيح والفارة موضوعة بالشكل الصحيح بحيث لا يحدث أي ضرر من خلال كابل لوحة المفاتيح أو من خلال كابل الفارة النقطة الثانية في حال انسكاب سائل بالخطأ على لوحة المفاتيح فقد يتسبب ذلك في حرق الدائرة الموجودة في داخل لوحة المفاتيح إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته